زي ما انتم شايفين في الصورة الشباب يمكن بيتجولوا ولكن لانه هناك ورش بالفعل انطلقت والورش دي ورش تحضيرية خاصة بمنتدى شباب العالم الورش دي عبارة عن ايه احلى ما في الورش على فكرة هي كمية الافكار كمية الكلام كمية المشاركات الورش حلويتها كمان انت مش بس قاعد بشكل محلي لا ده انت بتفتح افاق الشباب لانه بيسمع لشباب مش من دول ومن قرات وكأنه بيلف العالم كله وهو قاعد في موضوع واحد لانه احيانا بنلاقي ان الملفات الهمة اللي كلنا يمكن بنقدمها واللي المنتدى كمان بيترحها كل قضايا هي كل قضايا الشباب فحتلاقي الشاب اللي موجود من اسيا موجود من افريقيا من اوروبا من امريكا من استراليا من اي مكان هتلاقيه هو نفسه عنده نفس مشكلة اللي موجودة عندك او عنده نفس الافاق او عنده نفس الحماس او عنده نفس العايزين نقول ايه في بعض الشباب يبقى عندهم عايز يفهم عايز يعرف بكرة فيه ايه فبالتالي فيه حاجات كتيرة جدا انتم شايفين الشاشة فيه ورش تحضرية وكلها ورش مهمة وكلها ورش الحقيقة بتحضر حاجات كتيرة جدا بتتكلم عن قضايا مهمة قوي بتتكلم عن حاجات خاصة جدا بمناقشة مثلا اوضاع المياه والانسانية يعني ازاي انت يبقى عندك تأمين للمياه والمصبات بتاعتك ويبقى عندك تأمين لها وكمان فرصة مصر ازاي قدرت تستفيد من استخدام المياه يعني العالم كله مثلا بيحب يعرف مصر ازاي قضية تبطين الترع علشان انت تقتصد في المياه قضايا كثيرة جدا مصر الحقيقة يمكن في جائحة كورونا لجأت اليها ونجحت فيها واعتقد انها هتكون محطة انظار ومناقشات موجودة الشباب بيناقش زي ما قلت لكم مناقشات حلوة مناقشات مختلفة مناقشات بتفتح افاق وبتطلع كمان افكار جديدة لان انتك وكأنك بتعمل ايه بتعمل منتدى عالمي كبير ولكن في قوة الشباب مصر مثلا من الدول العالم اللي فيها تقتها الكبيرة او تعددها الكبير في شبابها فبالتالي انت جاي بتقولهم انا بقوة شبابي احدسكم انا بقوة شبابي اتكلم انا بقوة شبابي عايز اخد البلد واخد العالم معايا لقدام كمان زي ما احنا عارفين انه التلات نسخ الخاصة بمنتدى شباب العالم واللي تم طبعا الاعتراف بهم في الامم المتحدة ده شيء كان هام جدا فاعتقد وجودنا اليوم في النسخة الرابعة واللي هو back together وهو العنوان اللي هو نعود من جديد كلنا مع بعض اعتقد انه هيبقى فيه حاجات كتير